بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية المسار العام سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن فوائد النشاط البدني محدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلا وسهلا بكم في درسنا لهذا اليوم سوف تكون فكرتنا الرئيسية لهذا اليوم في درسنا فوائد النشاط البدني الصحية ويجب أن نعرف أن ترتبط الممارسة المنتظمة للنشاط البدني في فترة الشباب بالعديد من الفوائد الصحية ليس فقط على الجانب البدني وإنما تشمل أيضا الجانب النفسي والاجتماعي والعقلي وستكون أهداف الدرس لهذا اليوم في نهاية درسنا تستطيع أن أولا أن تصف فوائد ممارسة النشاط البدني المنتظم على صحة الفرد البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية أيضا أن تميز بين أغراض ممارسة النشاط البدني المختلفة وأن تعرف أو تتعرف على بعض الرياضيين البارزين في الألعاب الرياضية وتثمن جهود المملكة العربية السعودية في تهيئة الأماكن المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية بداية سوف نتحدث عن فوائد النشاط البدني الصحية هناك فوائد صحية عند تبني نمط حياة النشط بدنيا وتتمثل تلك الفوائد التي يحصل عليها الشاب من ممارسة النشاط البدني المنتظم في أربعة أبعاد ركزوا معي في ممارسة النشاط البدني المنتظم في أربعة أبعاد الفوائد هي على الجانب الجسمي وظائف وإجهزة الجسم والجانب النفسي والجانب العقلي والجانب الاجتماعي وفيما يليع عرض تفصيلي لهذه الفوائد أولا من تلك الفوائد الخاصة بالنشاط البدني الصحي الجانب الجسمي أولا تحسن مستويات اللياقة القلبية التنفسية وأيضا من الفوائد الخاصة بالجانب الجسمي زيادة قوة العظام والعضلات والأربطة في الجسم وهذا جانب مهم من الجانب الجسمي وأيضا زيادة كفاءة عمل القلب والرئتين من خلال الممارسة المنتظمة في النشاط البدني رابعا المحافظة على الوزن ضمن المعدلات الطبيعية وهذه النقطة نتحدث عنها دائما عندما يكون النشاط البدني بشكل مستمر خامسا زيادة مرونة المفاصل وتعزيز توازن الجسم أيضا الوقاية من الإصابة بعوامل الخطر مثل السكري النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والدهون الضارة الفائدة الأخرى من فوائد النشاط البدني الجانب النفسي عندما نتحدث عن تلك الفوائد فهي مهمة ومرتبطة بعضها البعض أولا زيادة الثقة بالنفس ثانيا خفض أعراض القلق والاكتئاب في حالة الإصابة بهما أيضا خفض خطر الإصابة بالأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب وهذا الجانب النفسي دائما هو جانب مهم في ممارسة النشاط البدني وتلك الفائدة مهمة رابعا زيادة هرمون السعادة خامسا تحسن النظرة الإيجابية للذات خصوصا ما يتعلق بالنظرة نحو صورة الجسم ونتحدث أيضا عن الجوانب المفيدة في فوائد النشاط البدني الصحية أيضا الجانب العقلي تحدثنا عن الجانب الجسمي والجانب النفسي والآن سنتحدث عن الجانب العقلي أولا أنها تحسن من التحصيل الدراسي ثانيا تحسن القدرات الإدراكية كالتفكير والتركيز والانتباه والفائدة الأخرى من فوائد النشاط البدني أيضا الجانب الاجتماعي وأولا أن تحسن المهارات الاجتماعية وبناء علاقات جيدة مع الآخرين ذكرنا أن الجانب الاجتماعي هو جانب مهم جدا في أن تحسن المهارات الاجتماعية وبناء علاقات جيدة مع الآخرين والوقاية من تبني السلوك العدواني أو العنف بين فئة الشباب ثالثا الوقاية من تبني السلوك غير السوي إذن عزيز الطالب عندما نتحدث عن فوائد النشاط البدني ذكرنا أربعة فوائد الفائدة الأولى هي الفائدة من الناحية الجسمية عندما يكون لديك قوة في العضلات ومرونة في المفاصل وتلك الجوانب المهمة في الجانب الجسمي هي تساعدك على ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح وهي مرتبطة مع بعضها البعض والجانب الآخر هو الجانب النفسي عندما تحسن ممارسة النشاط البدني الصورة النفسية الصحية الجميلة وتساعدك على قدراتك اليومية أيضا كما ذكرنا الجانب العقلي ذكرنا أنها تحسن التحصيل الدراسي وتساعدك في تطور الدراسة لديك والمذاكرة والقدرات الإدراكية والتفكير وأيضا تساعد على قوة التركيز والانتباه في الجانب العقلي وكما ذكرنا أيضا أنها تحسن من علاقاتك الاجتماعية وبناءها بشكل جيد مع الآخرين في حياتك اليومية وهذا الجانب هو جانب مهم في حياتنا خاصة الاجتماعية من خلال ممارسة النشاط البدني إذن عندما نتحدث عن النشاط البدني فنحن نتحدث عن جانب إيجابي في حياتنا على الجانب الجسمي والنفسي والعقلي وأيضا الاجتماعي الجانب المهم وأيضا الوقاية من تبني السلوك العدواني أو العنف بين فئة الشباب والوقاية من تبني السلوك غير السوي من خلال الابتعاد عن التدخين وما شابه ذلك عندما نأتي عن ما هي أغراض ممارسة النشاط البدني ولماذا يمارس الأفراد النشاط البدني إذن نتحدث يمارس الأفراد النشاط البدني والرياضي لعدة أغراض كما تعلمون كل فرد في هذه الحياة يمارس النشاط البدني لعدة أغراض بعض الأفراد لديه هدف احترافي وتطويري وبعض الأفراد لديه هدف ترويحي وبعض الأفراد لديه هدف قضاء وقت الفراغ أو مشاركة الآخرين سوف نتحدث عن ما هي أغراض ممارسة النشاط البدني إذن كما ذكرنا يمارس الأفراد النشاط البدني والرياضي لعدة أغراض كما ذكرنا لكم تمثل الهدف الرئيس الذي يرمي له الفرد وتنقسم هذه الأغراض إذن إلى ثلاثة أقسام كما يلي أولا غرض الكفاءة البدنية الكمال البدني إذن الغرض الأول من ممارسة النشاط البدني غرض الكفاءة البدنية عندما نتحدث عن غرض الكفاءة البدنية وهو الكمال في الناحية البدنية والجسمية في الأنشطة البدنية والرياضية يهدف إلى تحقيق مستويات عالية في القدرات والمهارات البدنية والرياضية ويتطلب تدريب بدني مكثف لفترة طويلة نتكلم عن الجزئية هذه الهدف أو غرض الكفاءة البدنية هو الحصول على تدريب مكثف وعالي من خلال إشراف مدربين متميزين للوصول إلى القدرات والمهارات البدنية الرياضية كما ذكرنا لكم أنه يتطلب تدريب بدني مكثف لفترة طويلة ليتمكن الفرد من المنافسة في لعبة أو رياضة ما إذن كما ذكرنا لكم أن الغرض من الكفاءة البدنية الكمال يهدف إلى تحقيق مستويات عالية من خلال المدربين والتدريب لفترات طويلة مكثفة ليتمكن من المنافسة في لعبة أو رياضة عادة يتجاوز النشاط البدني المستوى الموصى به لتعزيز الصحة العامة نظرا لساعات الممارسة والتدريب الطويلة نسبيا التي قد تتجاوز 400 دقيقة في الأسبوع حسب نوع وطبيعة التدريب البدني والرياضي كما ذكرنا لكم الهدف من الغرض الكفاءة البدنية هو الحصول على مهارات بدنية عالية من خلال تدريب بدني مكثف لفترة طويلة ليتمكن الفرد من المنافسة في لعبة أو رياضة الهدف الثاني كما ذكرنا لكم كل فرد لديه عدة أهداف من خلال ممارسة النشاط البدني الهدف الأول الكفاءة البدنية للوصول إلى احتراف أو منافسة في لعبة رياضية وتكون تحت إشراف متخصصين لفترات طويلة وقد تمتد إلى 400 دقيقة في الأسبوع الآن نتحدث عن الغرض الثاني من غرض ممارسة النشاط البدني وهو غرض الوقاية الصحية غرض الوقاية الصحية أو غرض الوقاية الشخصية يهدف إلى الحماية من الإصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بقلة الحركة الأمراض غير المعدية المزمنة من خلال تحقيق الحد الأدنى من التوصيات لممارسة النشاط البدني وتكون مدة ممارسة النشاط البدني في حدود 300 دقيقة في الأسبوع وتشمل أنشطة هوائية وتقوية عضلات وتعزيز المرونة إذن عندما نتحدث عن الغرض الثاني من ممارسة النشاط البدني وهو غرض الوقاية الصحية يمارسه الفرد بشكل منتظم وبتكرار معين في الأسبوع بحدود 300 دقيقة في الأسبوع الواحد أيضا لتجنب المشاكل الصحية والأمراض غير المعدية كما ذكرنا أن الأمراض غير المعدية مثلا الإصابة بالسكري أو السمنة أو أمراض الشريين والقلب فممارسة النشاط البدني لهدف غرض الوقاية الصحية هو جانب مهم ويجب أن يكون سلوك يومي في حياة الفرد نأتي للغرض الثالث من ممارسة النشاط البدني غرض الضرورة الصحية العلاج يهدف غرض الضرورة الصحية إلى التقليل من آثار الإصابة بمرض أو ضعف وهي عادة بمثابة جزء من الخطة العلاجية ووفق توصية وإشراف الطبيب المعالج لمن أصيبوا ببعض المشاكل الصحية كما ذكرنا من الأمراض غير المعدية السمنة والسكري ومن يعاني أيضا من ارتفاع في دهون الدم كالكوليسترول وغيرها ومن تلك الأمثلة ما يشاهد لدى كثير ممن أصيبوا بداء السكري يمارسون المشي السريع بهدف معالجة أو تقليل آثاره على الجسم ومن يعاني من زيادة الوزن يشترك في النواد الرياضية الخاصة أو مجموعات تدريب مجتمعية من خلال الأصدقاء أو زملاء العمل لممارسة تدريبات رياضية ونشاط بدني خاص لتخفيف الوزن وهؤلاء الأفراد لا يمكنهم التخلي عن ممارسة النشاط البدني لأن تلك المضاعفات سوف تكون أكبر عندما نتحدث عن الغرض الثالث من ممارسة النشاط البدني غرض الضرورة الصحية العلاج يوصى مرضى السكري والسمنة بممارسة النشاط البدني بشكل مستمر وعندما نتحدث عن أنه علاج عندما يتوقف الفرد عن ممارسة النشاط البدني عندما يكون مصابا بأحد تلك الأمراض غير المعدية فإن المضاعفات سوف تكون أكبر من ذلك إذن ماذا تعلمت؟ تعمل الممارسة المنتظمة للنشاط البدني في تحسين صحة العظام والعضلات واللياقة القلبية التنفسية كما تعمل على خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إذن نتعلم أن تلك ممارسة النشاط البدني تساعد على خفض الوزن وتحسين صحة البدن لدى الفرد وتقوية العظام والعضلات ومرونة في المفاصل أيضا لتساعدك لممارسة النشاط البدني سليم بشكل صحيح كما ذكرنا أيضا أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأيضا تعلمت عزيزي الطالب أن تحافظ الممارسة المنتظمة للنشاط البدني على وزن الجسم في الحدود الطبيعية نذكر دائما أن الممارسة النشاط البدني بشكل منتظم ودوري تعمل على وزن الجسم وأن يكون في الحدود الطبيعية وأيضا أن يحسن النشاط البدني المنتظم المزاج ويخفف أعراض التوتر والقلب والاكتئاب يساعد النشاط البدني المنتظم في زيادة التحصيل العلمي والتركيز والقدرات إذن عندما نقوم بعمل ملخص لدرسنا لهذا اليوم ونتكلم عن فوائد النشاط البدني تكلمنا أن لدينا فوائد على الجانب الجسمي والجانب النفسي وهو مهم جدا والجانب العقلي من خلال أن يكون لديك تركيز وانتباه والقدرات وتحصيل القدرات الدراسية وأيضا الجانب الاجتماعي وعندما نتكلم عن أغراض ممارسة النشاط البدني ذكرنا لكل فرد هدف من ممارسة النشاط البدني في هذا الدرس نشاط مزلي عزيزي الطالب صف فوائد النشاط البدني المنتظم على الجانب الجسمي ما هي هذه الفوائد؟ اذكرها وعرضها على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم من فوائد ممارسة النشاط البدني ونلتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته